في تكتيك خماسي منبثق عن لجنة شكلها الإطار التنسقي يربط بها نهاره بليله في الوصول إلى تقديم الكتلة الأكبر على طاولة بغداد السياسية يواجه الإطار مصاعب خوض معترك البناء لأسباب تتمثل باستمرار حالة الانسداد بين أقطاب المشهد البرلماني الذي يقوده سياسي تحالف الثلاثي والإطار التنسقي كل على طريقته في سباق تشكيل الحكومة جل هذه المصاعب هو تخوف قائم بحد ذاته عند قيادي الإطار كشف عنه تيار الحكمة يصب في محور الحذر من تحويل المكون الشعي إلى أقلية في حال لم يتجه الإطار والتيار معا إلى طاولة تشكيل الحكومية في ملف العملية السياسية يأتي السبب الذي كشف عنه أحد قياديه تحالف الفتح عن وجود تصدع في التحالف الثلاثي والقول منسوب إليه سيما حديثه عن أن التحالف تغير من أغلبية إلى توافقية وأن التصدع يعود إلى خلاف بعض نوابه على مناصب حكومية حديث يوضع وإن لم يكن مؤكدا بدليل يوضع في قائمة مسببات الانسداد السياسي بين قطبي العملية وهنا كان لابد من علاج يقدمه الإطار التنسقي يؤكد من خلاله باستمرار المفاوضات لجمع أطراف البيت الشيعي ككتلة أكبر رغم وجود عقبات وعناد سياسي على حد وصف قيادينا في دولة القانون حالة من غياب التوازن المكوناتي في البرلمان يصفها الإطار ويؤكدها المشهد الحالي من غياب للاتفاق على حل النهائي للانسداد السياسي بعض هذه الحلول الناجعة كما يصفها الإطار التنسقي تأتي من مبادرة الحكيم في الوصول إلى اتفاق على توزيع الأدوار والتفاهمات بشأن تشكيل الحكومة ليس هذا فحسب بل إن نداء السياسيين مستمر سيما كلمات رئيس الوزراء الأخيرة التي خطب بها القوى السياسية بضرورة العمل كفريق واحد بعنوان الشعب ينتظركم للبدء بصناعة حكومة إصلاحية طال انتظارها اشتركوا في القناة